النهاردة انطلقت منافسات مصري في دورة الألعاب البراليمبية باريس 2024 في المشاركة رقم 14 لمصري في كل تاريخنا في دورات الألعاب البراليمبية ممكن تكون البداية النهاردة مش موفقة قوي النتائج لم تكن على قدر الطموحات ولا التوقعات كنا طمعانين النتائج تكون أفضل وأقوى من كده خاصة أن البداية في المستوى الجماعي يعني مثلا بتتكلم على الكرة الطائرة كرة الهدف يعني الاتنين دول بالتحديد كان فيهم أمال كبيرة قوي تانس الطاولة الأمور بعيدة بعض الشيء عن المنافسة كمان البوتشيا ولكن بداية يعني مش عايز نبصلها بنظرة تشاؤمية عايز نكون متفقلين آه في نتائج سلبية لكن دعونا نتفائل ونحدد احنا عايزين ايه بشكل عام ايه ممكن ننافس عليه عشان نكون منطقيين في الحكم على اللعيبة وعلى المشاركة بشكل عام بالنسبة ليه طبعا كانت هزيمة منتخب الكرة الطائرة جلوس النهاردة أمام منتخب البوسنة والهرسك مش متوقعة تماما كانت التوقعات لمنتخب الكرة الطائرة جلوس انهو مرشح للمنافسة على ميداليا مع المنتخب الإيراني طبعا القوي قوي نمرة واحد على العالم منتخب الطائرة بدأ الممره بشكل جيد جدا فاز بالشوت الاول 28-26 وبعد كده هزيمة في 3 اشوات متتالية خاص الحالة من الانهيار يمكن الشوتين التاني او التالت والرابع النتيجة كانت كلوس جدا 25-23 معناها اللي انت يعني ما كانش عندك توفيق اوي لكن هزيمة لو بنتكلم عنها بشكل عام مش متوقع يعني منتخب الطائرة جلوس كان ممكن يفوز باللقاء ده بشكل منطقي جدا ولكن درس لازم متعلم منه مازال امامنا لقائين في المجموعة يمكن لقاء طبعا امام صاحبة الارض المنتخب الفرنسي هيكون يوم السبت القادم دايما لقاءات صاحب الارض بتكون في غاية الصعوبة ولنا العبرة طبعا في الاولمبياد شوفنا تشجيع جنوني لكل الجمهير الفرنسية لكل ابطالها وكل منتخباتها وبالتالي الجيم لن يكون فيه المتناول حتى لو انت فنيا متفوق عليهم بعض الشيء يعني لكن عندنا كمان لقاء المنتخب الكازاخ الثاني يوم الاثنين القادم والوضع بالشكل الحالي وبعد الهزيمة في اللقاء الاول اتعقت بعض الشيء لكنك قادر على انك تصحح المصار في اللقائين القادمين لان طبعا الهدف كان في البداية ان انت تكون اول مجموعتك عشان تتجنب مواجهة المنتخب الايراني في الدور قبل النهائي انك تكون اول المجموعة وبالتالي تتجنب ان انت تقابل اول او يعني لو انت طلعت تاني زي الوضع الحالي اللي هو اقصى شيء ممكن هتصطدم باول المجموعة المقابلة في الدور قبل النهائي وبالتالي هتكون مواجهة صعبة جدا لكن من اتمنى كل التوفيق لمنتخب الكرة التائرة جلوس ان هو يعني عنده من الامكانيات وعنده من السمعة ومن الامكانيات والطموحات والوضع الحالي واللعيبة اللي موجودة ان هو ينافس على ميدالية باذن الله كمان النهاردة من ضمن المنافسات منتخب كرة الهدف اللي يشارك لأول مرة في الاولمبياد من 32 عام يعني من اولمبياد او باراليمبياد برشلونة 92 لم نتواجد على الاطلاق في كرة الهدف هزيمة امام منتخب اوكرانيا بنتيجة 6-3 الشوت الاول كان خلص بنتيجة 3-1 للمنتخب الاوكراني وكمل فيه تفوقه حتى نهاية اللقاء هنا الكلام مختلف شوية عند منتخب كرة الهدف عن الكرة الطائرة يمكن انت بقالك سنوات طويلة جدا غايب عن البراليمبياد بتواجه بطل اوروبا فريق قوي جدا اه احنا فزنا على اوكرانيا في بطولة الاهرام الدولية هنا في مصر لكن الامور في المنافسات الدولية يعني في البراليمبياد بتكون مختلفة تماما المنافس هنا بيكون يعني بتكون فيه شراسة بيكون فيه جدية اكتر وبالتالي الوضع بيكون او المكرنة لا تكون جائزة اوي من احداث الجيم احنا عملنا لقاء كويس اوي يعني كان فيه ندية ومازال متبقي لك يعني بواجهة امام المنتخب الصيني ومنتخب اليابان نقدر ان احنا نحقق نتائج افضل لان يعني فيه لعبة كرة الهدف المستوى بيكون متقارب يعني رغم ان منتخبنا بيلعب بعناصر شابة بعض الشيء بيجهز جيل جديد للعبة ولكن عندنا طبوحات ان هو ينافس وان هو يأدي بشكل افضل فيه قادم اللقاءات فيه المجموعة بتاعته وتعالوا دلوقتي مع بعض كده لاستعرض مع بعض نتائج بحثتنا النهاردة في دورة الالعاب الباراليمبية في اول يوم في المنافسات زي ما اتكلمت على كرة الهدف هزيمة لمنتخبنا الوطني امام منتخب اوكرانيا بنتيجة ستة تلاتة منتخب البوسنة والهرسك هزيمة بثلاث أشوات مقابل شوط وحيد في لعبة تنسة الطولة كان عندنا هاجر السيد وهناء حماد وهزيمة بثلاث أشوات مقابل لشيء من زوجي النرويج وعندنا كمان خالد رمضان واسلام رسلان هزيمة بثلاث أشوات مقابل لشيء من زوجي بولندا فوزية الشامي وعلاق سليمان هزيمة بثلاث أشوات مقابل لشيء من زوجي البرازيل وخالد رمضان وفوزية الشامي ايضا هزيمة من زوجي سلوفاكيا ثلاث أشوات مقابل لشيء سيد يوسف وهناء حماد برضو هزيمة ثلاث أشوات مقابل لشيء من زوجي فرنسا وفي السباحة الوضع كان افضل بعض الشيء كان عندنا زياد طارق تأهل لنهائي خمسين متر حرة حق رقم افريكي جديد كمان زياد هشام تأهل لنهائي امتين متر حرة وعمل رقم افريكي جديد نتمنى لهم كل التوفيق في ما هو قادم في البراتايكوندو سالم علي يعني أعتقد أن سالم علي في الوقت الحالي المنافسات جارية وبالتالي بنتمنى لها كل التوفيق وعندنا في البوتشيا هنا متعادلة في الوقت الحالي التعادل إيجابي اتنين اتنين الجولة الأولية انتهت وشغلين يعني بعد لحظاتها تنطلق الجولة التانية الجولة الأولى هي كانت متقدمة بنقطتين مقابل لشيء وبعدها اللعبة الجرشية تمكنت من تعديل النتيجة في البوتشيا عندنا هناء الفار هزيمة بتلات نقاط مقابل أربعة أمام الكندية أليسن ليفني محمود النبوي هزيمة 11 لشيء أمام التايلاندي برونشوك لاربن واللي احنا نتعلمه من نتائج اليوم وناخد منه دافع معناوي أن احنا لازم نعوض في اللي جاي عندنا من الإمكانيات عندنا من الطموحات من الخبرات من الإعداد الجيد قبل البراليمبياد أن احنا نعوض فيه ما هو قادم غدا هتكون منافساتنا في ثلاث ألعاب فقط ثلاث رياضات عندنا البوتشيا كمان البارا تايكوندو والتكديف دول الثلاث ألعاب اللي هيكونوا موجودين معنا غدا في البراليمبياد لو بدأنا بالبوتشيا عندنا محمود نبوي أمام إكليدس جريسالس من كولومبيا الساعة 11 و30 ديئة ظهرا عندنا هناء الفار أمام نورمات سالم من ماليزيا في السادسة مساء وفي البرى تايكوندو عبد الرحمن محمود أمام جورجي نيكولاتزي من جورجيا 12 ظهرا و9 دقايق وكمان في التكديف عندنا الثنائي علي الزيني ومروة عبد العال زوجي كمان عندنا في زوجي المختلط المختلط عندنا في 12 و30 ديئة ظهرا كمان هيكون آه علي الزيني ومروة عبد العال هم الزوجي المختلط اللي عندهم في الساعة 12 و30 ديئة ظهرا رفع الأثقال البراليمبي عليه أمال ضخمة جدا يعني دايما رفع الأثقال في البراليمبياد بيكون لي كوتة ميداليات كبيرة قوي وإحنا دايما بنتقلق في منافساته منافساته هتنطلق إمتى بقى؟ يوم 4 سبتمبر وده علشان نكون منطقيين متوقعين إن احنا ننفس فيه على عدد كبير من الميداليات عندنا أبطال عالم وأبطال أوليمبيين بيشاركوا زي مثلا لو بنتكلم مش عايزة أقول للأسامي عشان ما ننساش حد لكن بتتكلم في شريف عطمان رحاب ردوان كمان محمود صبري مجموعة كبيرة من الأبطال اللي عندهم الإمكانيات أن هم يستطيعوا من جلب أن يستطيعوا أن يجلبوا ميداليات بإذن الله شو الله يفرحونا بالميداليات وبالتحديد الميداليات الدهابية وزي ما شفنا يعني فرحة أبطالنا وتفاوله من برح في حفل الافتتاح عايزين نتفائل بالمنافسات اللي جاية وان شو الله نتمكن إن احنا ننافس ونحقق تموحاتنا في الفوز بميداليات باراليمبية ونسمع وده أهم حاجة يعني السلام الوطني المصري بيعزف في باريس مرة تانية بعد ما سمعناه وتمزجنا به في الأولمبياد اللي فاتت معه بطالنا أحمد الجندي البطل الدهبي اللي تحصل طبعا على الميدالية الذهبية في لعبة الخماسي الحديث كل الدعم لأبطالنا في البراليمبياد بدون أي ضغوطات على الإطلاق كلهم أبطال كلهم تحدوا إعقاد كلهم تحدوا يعني نروف صعبة جدا ومجرد إن هم يكونوا بيمارسوا رياضة أيا كانت النتائج بتاعتهم فهم في عيوننا أبطال بمعنى الكلمة ترجمة نانسي قنقر